عدم مؤخرة الرأس أو العدم القذالي أو ما يسمى باسم أكسيبتالبون الأكسيبتالبون بيحتل الجزء الخلفي والسفلي من الكرينيام اللي هي قبة الجمجمة وبالتالي بيكون الحفرة الدماغية الخلفية اللي هي بوستيريور كرينيال فوسة وبيحتوي على الصجب العظيم اللي هو فورامين ماجنم والأكسيبتالبون هو أحد العظام الغير مزدوجة المكونة لقبة الجمجمة بيتكون الأكسيبتالبون من أربع أجزاء أول جزءين هم الأكسيبتالبون دايلز والجزء الثالث هو البازيلر بارد والجزء الرابع هو السكويماس بارد الأكسيبتالبون دايلز بيمتدوا الأسفل وبيتصلوا بأول فاقرة عنقية واللي اسمها أطلس فبيتكون نتيجة اتصالهم مفصل اسمه أطلانتو أكسيبتال جوينت وعلى الجانب الخارجي والأمامي لكل أكسيبتالبون دايل بيكون موجود قناة اسمها هايبوغلوس الكنال وده اللي بيمر منها العصب الاثناشر اللي هو هايبوغلوس النيرف الجزء الثالث هو البازيلر بارد أوفكسيبتالبون موجود أمام الفورامين مجنب وبينحدر الأعلى وبيتصل بالجدار الخالفي للسلة ترسكة اللي هو دورسام سلي وفسفنية بون والمنحدر دا بيكون اسمه كليفاس أما الجزء الرابع من الأكسيبتالبون هو الإسكويمس بارد وده بيكون الجزء المنحاني للخلف أعلى الفورامين مجنب وبيتصل بكل من البرايتل والتيمبرال بونز والسكويمس بارد بيحتوي على سطح بارز للخارج اسمه إكسترنال أكسيبتال بروتوبرينز أعلى نقطة فيه بيطلق عليها اسم إنيون وفي الجهة المقابلة من السطح الداخلي بيكون فيه بروز اسمه إنترنال أكسيبتال بروتوبرينز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة